موسيقى 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 ندخل في الموضوع على طول انا قلتلكم اجندة الاهلي في يونيا ويمكن الاجندة دي فيها مطشين ملعرة تقيل مواجهة مع زمالك يوم 19 في الدولي ومواجهة مع بيراميز يوم 27 في الكاس القديم دور التمانية بتاع كاس مصر الموسم اللي مخلص ده وعندنا مطشين تانيين الى حد ما يعني نسبيا يعتبر في المتناول ولو اني ما بقاش فيه حاجة في المتناول بس يعني عندنا كاس مصر الجديد المصري بنسلوم وعندنا بطولة الدولي المباراة المؤجلة مع استين كامباني يوم 15 الاولى والتاني هتلعبوا من غير اللعيبها الدولية وطبعا الزمالك والبيراميز هيكونوا فولسكوات فخليني يرحب طبعا بضيفي كابتن دي عبدالصمد وقوله طبعا هارد لك على لقب كنا نتمنى ثالث على التوالي لكن الاهم بالنسبة لي ان الفرقة تقوم بسرعة وخصوصا ان احنا عندنا اربع مطشاط الشهر ده يهمنا ان الاهل يرجع فيهم بسرعة شايف ازاي العودة شايف ازاي النقلة بعد اخفاق افريقيا في الاول انا عايز اقول ولكل جواد انكابوا كانت فيه شوية حاجات كده حصلت قبلها كابتن احمد مش عايز اقول مؤشرات بس كان يعني اهتمنا في حاجات كده مش المفروض نحن نتم بها العشرة تلاف وبعدين الالفين وخمسمية وبعدين المباراة موجودة في المغرب وفرقة المغرب فيه اعتراض كان لازم يتم وممكن الاعتراض تم بشكل او باخر كابتن محمود خطيب حتى هو بيسلم على رئيس الاتحاد دولي او رئيس الاتحاد افريقي كان راضح جدا انه متضايق وارفان وزهقان كلنا كنا متضايقين في نظر الكابتن خطيب في الملعب بين اوى كابتن كان تريبا حال الاهلوية كلهم اهلوية كلهم في اللحظة دي كانوا بصين نفس البصة واللي لاعب وعارف عارف ان ده الكلام صح خلاص يعني بص كابتن هزولك حاجة انا مش هبص على اللبن المسكوب خلاص خلصت بطولة وخلصت زعلت وهقعد متأثر بالزعج دوت فاطر قد كده انا اللي هخسر خلاص ونسح تتمنى الكلام ده يعني الطبيعي لأي حد انا كنادي اهلي خلاص خسرت بطولة وحاجة محترمة ان انا بوصل للنهائي وحاجة محترمة ان معظم العيبة بتعبر عن استياءها بالملعب وبالكلام ده كله صدقني صدقني لو كنا خسرنا البطولة دي في الظروف طبيعية ما كانش هيبرد الفعل يعني كنت الناس هتقول لفرقيتها كابتن احمد ما بني على باطل فهو باطل والناس اللي بتفهم تفهم كمتكواس قوي معلش اللي اللي بيتبني على باطل بيفضل باطل انا اخسر بشرف مفيش مشكلة بالنسبة اخسر يا جماعة هي الكرة كلها ماكسب هو فيه فرقة في العالم لا طبعا برشلونة خسر تمانية يا كابتن وفي حد في العالم يقول في العالم يا كابتن مش في مصر ولا في إفريقيا ولا في حد في العالم كله بكل أرن الأربع كرات الخمس يقول يخسر برشلونة تمانية باريس سان جرمان صرف 3-4 مليار في الثلاثة سيزن لفتح عشان يجيب لقب واحد دوري أبطال ما جابوش لغاية دلوقتي كابتن موريال مادي بيخسر وبرشلونة بيخسر ومنشاستة سيزن هي بس الفكرة انك بتخسر في ظروف هي بس دي اللي بتضعالك دي اللي بتضعالك انا اخسر اه اخسر وانا ما لا أستحق نهيك نهيك عن الحالة الفنية وعن الظروف وعننا احنا كنا مش لازم نبقى فيه ولازم نبقى قناة محترمة ولازم نتكلم بكل احترام نهيك احنا كنا مش في حالتنا لأسباب لأسباب ممكن نتكلم فيها لكن انا بتكلم بأمانة لا الجمول يا كابتن كابتن أحمد انت بتتكلم في 68000 ساعة او 67000 ساعة استاد يجي ل 2500 يجي ل 10,000 نقطة في بحر لا فيه لعيبة ممكن تعد والموضوع ده لازم ما يعديش ويمرر مرور الكرام في ناس يا كابتن ما بتستحملش 10,000 في الاستاد ولا 15,000 هننتكلم بالمونطق ونتكلم بالكورة أنا يا كابتن لعبت أنا فعلا فعلا دي حقيقة أنا لعبت وقدامي 90,000 متفرق كابتن أحمد انت مش متخيل دون عمل زي 70,000 و60,000 وبطولة واضح جدا للناس كلها بقولها واضح جدا البطولة رايحة للمغرب مرور الكرام البطولة رايحة للمغرب واضحة جدا يا كابتن أحمد واضحة معين في ناس تكلمت قلت لك البص كويس الإقامة كويسة المكان الملعب كل ده ما حدش فيه حتى اللعبة في الملعب والحكم وكل حاجة ما تكلمش فيه لكن انت بتتكلم في حتة تانية خالص بقى ليه المباراة تقوم في المغرب وقبلها بسبوعين ولا بتلاتة الاهلي بعت قال للاتحاد الكورة ان الاهلي يقدر يستضيف البطولة وهو اللي راحت للاتحاد الكورة الحاد الكورة مضيهش ليه من المسؤول أنا عايز حد المسؤولة لكابتن لديه مشكلتها في مصر خلي بالك كابتن نحن المعليش دي مهمة جدا مهمة جدا ما تمرش مرورك زي ما بيقول لك كابتن كده بطولة وعدت أنا بيقول لك المشكلة دي ما تمرش هاتلي بقى واحد متسبب لما الاهلي بعت وقال أو محدش من اتحاد الكورة قال لي الاهلي تقدر تستضيف البطولة لا فنم ده الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد الكورة فين يا كابتن لا ما نعرفش لا لا بيقول لك فيه 12 واحد يا كابتن ماسل الـ 12 ماسل يتحذر هي يا كابتن لا يا كابتن أحمد هيدي المشكلة ده اللي مباز مصر وده اللي مباز تحاد الكور كابتن هاتلي هاتلي بطولة في العالم أصل المشكلة دايما أنا أحب أنا أوصل إيه لآخر الخيط أنا بيحبش كده ما أنت يوصل آخر بس أنت تصل للأول يا كابتن دية ودي حاجة تقريبا يعني معظم ده من السر أنا أخفي أو أنفرد به معظم الناس العاملين في مجال إعلام الرياضي الأصحاب خبرات طويلة جدا عارفينه إن في ناس بتحرك الأمور دايما من وراء السطار ما هم معروفين يا كابتن يعني ما هم معروفين والله العزيم والله العزيم معروفين صدقني معروفين هم معروفين زي ما الكرة بتدور في مصر خمسة ستة بيديروا بيديروا الكرة في مصر خمسة ستة بيديروا الكرة في مصر ولي بتحط المدارين الفنيين معروفين عشان أنا ممكن نعود في الموضوع ده نتكلم سنين نتكلم سنين إيه نتكلم أعواء سنين وإن نوصل في الأخذ برضو الحاجة خليني أتكلمك أكتر على الجاي يهمني عندي مطشين مهمين جدا أحضر فيهم وأقوم فيهم الفرع على رجليها وخصوصا للعيبة لأنا هحتاجهم مجبر في الفترة اللي جاية كانوا بعادة عن المشهد إزاي أحضرهم وإزاي جهزهم مطشين اللي جايين وإزاي أبص للشهر كله على بعد وخصوصا مع التوقف الدولي بس هروح لفاصل وارجع أكمل كلامي مع كابتن دي عبدالصم أقول حاجة فيها أن دايماً بتبقى المشكلة مش في النهيجي حد مشكلة المستقبل نفسه يعني اللعيبة تبقى عندها استعداد وده اللي ممكن نهيئه إن شاء الله عليه وننطور نفسنا شوية ونقدر يبقى موجود دايماً بخصائي مش عاديين نقول نفسي بس يعني بخصائي بياضي يعني ده بالنسبة للمطش هو طبعاً محمد جاي وعنده الدفاع جاي جداً ودي حاجة يعني أنا سعيد بها زي اللعيبة كلها عيبة الكبار كلهم يعيين وعاوزين يعملوا حاجة وعاوزين يكملوا اللي هما بدأوا قبل كده إن شاء الله يعني يبقى فيه استثمار شوية لبعض الإيجابيات اللي حصلت ونبتدي من عندها إن شاء الله مش عاوزين نلغي أي حاجة عملت قبل كده وخصوصاً إحنا في وقت دايق مش هنقدر نعمل حاجة كبيرة من ناحد الشكل العام وأنا قلت اللعيبة إن أنا مش جاي أغاير الفئة أنا جاي نحاول نخالي الناس تلعب بطرية مختلفة على مدى أطول شوية وفي نفس الوقت نتحاول إن شاء الله نكسب من أول مباراة رامي رجب جريد الدستور دايق بتبقى صعبة جداً وخاصةً كمان إن حضرتك لسه متولي المهمة منذ فترة قليلة ثانياً أعوزين نتطمن على موضوع الإصابات أحمد فتوح إن كان غاب عن المعسكر المتقبل الكامل إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز بإذن الله محمد الشناوي طبعاً ربنا يشفي إن شاء الله لو تحولت النتيجة المسحة بتاعته لسلبية هل ممكن يتواجد في مباراة غداً ولو اللي أقدر الله المسحة إيجابية هل ممكن ما نشوفهش يسافر معاقل في المباراة القادمة بإذن الله اتوفي يا جد أنا هبتدي طبعاً الأسئلة مهمة جداً هبتدي من الآخر شوية الشناوي مش هيبه معنا بكرة لكن هو معنا في المعسكر إن شاء الله نكمل معنا الفترة اللي جاية أحمد تتوح إنه جبنان نهاردة يمكن أنه تعرفوش الجبنان نهاردة عمنا له بي سي هار تلعت إيجابية يعني هو عمل الحادثة بعدين قلنا هنجيبه ونخليه معنا لبقية المعسكر ده بالنسبة للشناوي بالنسبة للفتوح لكن هم لعيبة أسئلة معنا طبعاً ودي حاجة من البديهية لكن إحنا عندنا اللعيبة للبعاود يعني غياب أي لعيب عندنا برضو إنه لسه في شك شك في إنه هو يقدر يلعب بكرة ولا لأنه تعرض لكادمة شديداً برح في التدريب فلسه بنشوف حالته لكن اللعيبة كلها جاهزة إن شاء الله يعني طبعاً الكابتن إيهاب جلال موديل فني الجديد هو جديد لأنه لسه ما استلمش أو لسه ما ابتداش أول مشوار لكن طبعاً هو الموديل الفني تولى المسؤولية وكل التوفيق ليه في مشواره وبعد دقيقة هيبدأ تعملينة المنتخب كنت بكلم مع كابتن ديال صمت ضيفي في السادسة يمكن قبل الفصل عن الأهلي بس يمكن خليني أرجع لأهلي مرة تانية بس بعد ما اتطمن على المنتخب ورؤية لأنه راجل ديال حقيقة من الله فعونه يعني أنا أتكلم مع كابتن ديال في الفصل قال لي مضطر أنه يرضي اللعيبة ويرضي الإعلام الرياضي ويرضي الجماهير ويرضي المسؤولين في التحدي الكورة ويرضي ده ويرضي ده والناس كلها متحفزة ليه ومنتظرات له يعني تتصياد له ما أعتقدش أنه كله بيتصياد له بالعكس نحن هندعم ونديله فرصة كاملة وفي النهاية نقدر نقايم التجربة لكن عشان نقول الفرصة كاملة كابتن ديال فرصة كاملة ديال الفرصة كاملة ديال full stay اللي هي الماتشين تارтовة اللي جايين اللي فرصة كاملة دي الغاية لما يخلص مشورة تصفيات أمم أفريقيا ولي فرصة كاملة لما نشوفوا لو وصل أمم أفريقيا هيعمل فيها إيه الفرصة كاملة ديال هو لك كابتن أحمد الفرصة كاملة دي لا تتحسب في ماتش غينيا ولا في الماتش الثاني إثيوبيا إثيوبيا ولا تتحسب الفاتر تماما هو أهاب ماسك الفرقة بقال له قدي جميل جدا جميعهم بقال له قدي هاتلي حد في العالم جوار ديولا هاتلي مين أكبر مداربين العالم هيعمله إيه دلوقتي هو كل اللي هيعمله حاجة واحدة هو بيقول لك أنا مش هقدر أعمل حاجة جبيرة دقال كلمة كمان وقلت للعيبة مش هنغير الفرقة ده في حوار تاني كويس كلم فيه قال لك أنا عندي استعداد أتنازل عن الطريقة اللي بلعب بيها الفترة دي في المباراتين دول أو الفترة الزمنية دي بس أعمل يعني أحاول يبقى لي يا شكلي إذا قدرنا إذا قدرنا إذا قدرنا وفي نفس الوقت أنا هعمل إيه وبعدين الفترة دي بحتاجة حاجتين تلاتي كتبين بس نشتغل إزاي ونأكد على إيه ونبعد عن إيه طب ما تقول لي إيه مشكلة منتخب مصر عشان أقول لك إيه اللي مطلوب من مشكلة منتخب مصر يا كابتن أقول لك مشكلة منتخب مصر إن إحنا مناش شكل فعلا بنلعب به إيهاب عمل حتة كويسة جدا 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 في الكلام اللي بتقال دوت قال لك مصطفى محمد وقال على مرموش مصطفى محمد ومرموش وتريزيجي مخلصين بدري من النوعيات اللي بتتقل لما بتقعد فترة كبيرة عشر طيام وعمل لهم في فترة إعداد وما أعلنش عندي إيهاب العالي كمداشة خصية لو أنت عندك مدرب أجنبي جاي من بره هيفكر التفكير دوت حد هيقول له نستدع علشان نعمل ولا نقول هو علشان موجود من مصر ودي الميزة الوحيدة اللي في مدرب مصر هنا أنا فاهم يا كابتن كل اللعيبة والناس اللي بشوفها وهو في الدولة مع مدرب أجنبي مع مدرب مساعد مصر ممكن أنا أحب يا كابتن ومحبش أنا أحب مصرف محمد ممكن أحب مصرف محمد وعلى منتخب مصر في أحب وما أحب يا كابتن فيه طبعا يا كابتن كابتن فيه كل حد نعم أحمد معلش احنا احنا فوق يعني وانا مثالي شوية عزاد عن لزوم ولا إيه بقوله وانا مثالي شوية عزاد عن لزوم للأسف أنا بقولها لك بأمانة كابتن فيه تدخلات انت بتقول يعني ممكن أفهم ده في الأندية مش تحب وتكره وفي المنتخب برضو مش هقولك بيحب ويقرأ أنا مش مقتنع مواكبتن أحمد أنا مش مقتنع أنا مش مقتنع أنا مش بكرهك أنا بقول لك أنت شايف نفسك من أحسن الناس التي تقدر توصل معلومة لشريحة أو لقطاع عريض من الجمهور أنا شايف نفسي أحسن واحد يقدر واحد تاني يقول لك لا ده دياء أو أحمد هي مش بقلت أنا بحب أو أكره ممكن لكن أنا بقول لك قناعات هي قناعات ممكن أنا مش مقتنع مصطفى محمد في الفترة دي بيضيع بيخبط بيرزع بينزل وقت نص الملعب ما بيكملش ما بيقولش لأ أنا مقتنع كضياء أن مصطفى محمد بيهد السبب دي بك ده دي لقطاع عالهو ده شريف ده تدريبت المنتخب النهاردة ده مرموش ده مرموش لا أنا عايز أقول لك بس يا كابتن إيه إن إيهاب جاب عمر مرموش وحطي له برنامج وشغاله لأنه هو شايف أنه هو مقدر يفيد ومقتنع به أنه يلعبه هو لو مش مقتنع أنه يلعبه طبعا أي حد ما كانه يزيد سيبك من قصة المنتخب يعني سيبك من هو مسك المنتخب كلمني على المدير الفني يعني أنت لعبت لعبت ضده يعني طبعا كلمني على إيه الحاجات اللي أنت شايفها منورة قوي في إيهاب جلال واللي من خلال مشواره مع المنتخب الوطني نقيم بقى ونسأل يقدر يعمل نقلة النقلة اللي اللي ندور عليها بقالنا سنين مش بس مع كيروش أنا بتكلم على أنه أنا كنت بقول في أول حلقة إحنا المنتخب ده لعب كل ألعاب يعني بعد كابسا نحسن شاء والله يا بجد إحنا جربنا كل مدارس الكورة ولعبناها شوية أجنبي ولعبناها شوية وطني ما فيش حد عمل اللي ندور عليه حتى يعني لو اعتبرت أن هكتور كوبر أعظم نجاح في العشر السنين ولا 12 سنة الأخيرة بما أنه وصلك نهاية أفريقيا بدون أداة ولعب كاس عالم بس برضو ما كانش عجبنا بدون أداة بدون متعة ما نقول لك كسبت عارف مشكلة مصري كبير تطلع يعني صوت كبير قوي أو أصوات كتير جدا ما تكلموش الراجل ما هو بيكسب نام 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 حتى تتكلم خلاص ما بيكسبش ما هو الأداء وحش الأداء كويس وممكن يتحسن ويبقى أحسن وتأخذ النتيجة بعد كده وهذا المفروض بيكسبت أنا مع الشريحة أنت تراهن على إمكانيات إيهاب جلال اللي هي اللي أنت قلتني أنت فاصل بتقولي إيه الراجل ده عنده عنده يا كبتل عنده إيه أولا هو مقتنع أن بداية الهجمة والشغل لازل يبقى من تحت مقتنع أن شغلة اللونج بساط دي والتوصل ولو لو وقعت ما وقعتش ساكند جول ما عنده الكلام ده مش عند إيهاب بداية من حرس المرمى أنا أبدأ أشتغل عند حرس المرمى طرفي مين طرفي شمال مين بيقرب مين بيروح أنا كان دقلت شفته بيشتغل بيأي وكان بينجح فيه بعض الأوقات هيقوز مالك ما فشل فيه هو مش قاية مدير فني أنا آسف السؤال مش قاية مدير فني أفود بيلعب كرة أو بيدرب كرة على أقل مسلا على مستوى الداري متاز عنده الحاجات دي ولا في ناس لأ في ناس لأ للأسف لما تقعد بقى كده كانت نحن كده وتتروى هتلاقي لأي أنا بقولك ده كلام صحيح هاتلي فرقة يا كابتن قاعدة كده في مصر في الدور المصري ما هو هاي بواخد من دور المصري هاتلي فرقة كده قاعدة سيزون كامل بلا السيزون كامل ده دور واحد مستوها سابت بنسبة 90% أتحداك أربع خمس مباريات لها الشكل واحد بس بلا ما مش مرتبط بس بجهاز فني مرتبط بمسابقة أنا ديني كل الصلاحيات إيه بقى الصلاحات اللي أطوبة منك جهاز فني بمزاجي أنا اللايحة أنا اللي بحطها اختيارات أنا اللي بحطها برنيامج أنا اللي بحط ما تتعب ليش بماغي صلاحة وعش الناس كان فيه الناس بتسأل وصلاح لي مش مع المنتخب صلاح في الملعب من اللي قال كده كابت ده الراجل جاي يعني إزاي الراجل دخل مع لعبة الأهل تاني يوم المطش على طول بتاع فاينال شامبينز ليج بس معرفش ليه يتلع كلام كتير جدا وصلاح مش هيلعب المطش عارف ليه كابتن عشان عدم استقباله بلجنة وشكل ومنظر زي ما اتعامل مع مين اللي خد اسمه ايه بتاع الكوريا سون شبت ناس استقبلته ازاي هناك يعني في كوريا اه ورس التمورية ودهال وانواق أنا زي أقول لك بص احنا هنا بناتصيد يا كابتن عشان تقولك احنا بقولك في ناس كتير بيطات تصيد ايهاب جلال في ناس يعني أنا مش عايزة وصفها يعني يعني الكلام يصح يا كابتن أنا بقول لك اهو طب انا بقول لك يا ريالة للأسف اي وقت ريالة كده مش ايهاب مسك ما تخلي الناس كلها صبورت في ايهاب ايهو المشكلة الله كوبر بس هو ما حدش هجمه وهو انا مش هغير ومش عايز اغير اي انا عايز امشي وراجل محترم يا كابتن يعني راجل شيك جدا ويتكلم بقول احترام قال لك ايه انا مش عايز اغير الايجابيات اللي كانت موجودة عايز احسن ويبقى الشكل نوعا ما بالطريقة اللي احنا نقدر بس على فترة طويلة شوية وده اللي بتكلم عليه لازم ياخد فترة يا كابتن لازم كابتن راحبك لا ماخدش فترة انه الوطني في التوقيت ده احسن من الاجنابي خلينا انا بقى متفين اغلب الناس في مصر شايفه ده وشايفه انه انجازات المنتخب مصر مع الوطني احسن بكتير كابتن حسن شحاتة طبعا 6 و 8 و 10 وكابتن جوهر وانت عندك زي 90 و 98 مع جوهر كاس عالم و 68 و امم افريقيا و 3 امم افريقيا مع كابتن حسن كلهم بالصطفة مش حاجة فيهم كانت متخططة بس يعني لا 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 ده كابتن جوهر بنفسه قالك 8 و 98 رايح ادي اداء بعد لا كابتن واناكت موجود وبعدين كابتن حسن شحاتك كانت معامة معك ويسا كابتن احمد احمد ولي كان كابتن ده معامة معك احمد احنا نحكي على بعض هو انت لما كسبت بطولة افريقيا 2006 وقلت انها مش مطمول كانت تتلعب على ارضك ووسط جمهورك كان عندك مجرد امل انك تاخد 2008 و2010 صح ولا ايه بص مش عايز اقلل حتة يعني تعبو لكن عايز اقول حاجة يمكن معاملته وطريقته وقتها ان على الحالة وعلى النفسية بتاعت اللعيب هو كان عارف كابتن حسن انها نعمل اللعيب عامله كويس وحالة تبقى طيبة وكويسة هيطلق لكل اللي عنده ليه بقار ليه بقولك ده لانه في الدنيا تغيرت جدا واحنا بقينا بنشوفه مطلعين ما احناش بقينا مش فوقهم لسه الا اني بشوف تجربة زاتك تجربة فرنسا ازاي راح تشتغلت وعلى وراء وقيت لك انا اخطط انا هكون نمرة واحد في تصدير اللعلي خلال عشر سنين انا هكسب بطولة كاس العالم انا بقولك هكسب بطولة كاس العالم خلال كاس كابتن والله انت اخد الكلام على سين بص كابتن عايز انتخب تبقى كواس وحالو محترم واتحاد الكور يبقى تمام وعندك منتخبات تنافس وتاخد بطولات واول وتاني ويبقى لك فعلا رجل جامدة اقفل على نفسك اربع خمسين محدش تقول لي ده محتاج بطولة غال مش محتاج بطولة واقفل على نفسك وتفضل يا بوكباتن هات واحد اتنين تلاتة هات ناس محترمة ناس بتشتغل للشغل واقفل اربع سنين الكاميرونا عملت كده يا كابتن في سنة من السنين في سنة من السنين عملت كده وغاد خدت بطول افريقيا نيجيريا قفلت وخدت غانا تقريبا قفلت وغادت الجزائر او المغر قفلت كل واحد بيقف الاربع خمسين ما تطلبنيش مستحيل يا كابتن ها احمد في خلال شهر ولا اسبوعين ولا تلاتة تجمع تلاتة اربعة انا مش جاي معلش مع كامل اخترامي انا 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 مش جاي بإيهاب جلال النهارده تهيألي كده عشان يوصلني امم افريقي جايابه بتهيألي لو الفرقة دي لو اللعبة دي ما عاش جاهز فني اللعبوا المطشط بتاعت التصفيات دي ووصلونا امم افريقي لما امم افريقي ستوصلوا يجيب لكم جايز اللعبة توصلنا امم افريقي صح ولا ايه جميل هؤل حاجة غير وكاس عالم بعد كده يا كاس عالم دي يا حيني وحيك ربنا في فترة من الفترات يا كابتن نتكلم كل أمان وأنا بحب الأمانة جدا أتكلم أمان على طوال الناج الأهلي في فترة من الفترات مش محتاج مداري بفاتن ولا محتاج مدير فني ولا كان محتاج حاجة المجموع اللي فيه كان أي حد يا كابتن كان يعمل فيه ياخذ بطولة والكلام تتشهر جدا أميش بقولك كده تقليلا لا أنا بتكلم على إيه أن اللعيف فعلا لما في الطوب فورم بتاعته وحالته جمدة جدا يبقى منكم محتاجش حاجة إيهاب دي نوعات اللي إحنا يعني المفروض أنه يتعامل معاه لازم يتحط في إطار يشتغل براحتك وحيبان كابتن أهم حاجة في اللعيب أو في الفرقة أو في الجهاز يبقى شكلك أنت بتأدي شيء محترم وكويس ولا لا وأنت لما بتمسك منتخب وأنا دايما بفرق بين تجربة المنتخب يعني أنا شفت تجارب كتير جدا مديرين فنيين لأندية نكحين جدا لما تنقلوا في حتة المنتخب ما حققه وبشوف ناس عمرها مدربة أندية ومسكت منتخبات سوبر تعظيم سلام القصة هنا بتبقى مرتبطة بإيه؟ ولما ممسك أنا منتخب من بعد كارلوس كيروش وصل كان لمرحلة أخيرة في أمم أفريقيا وصل مرحلة أخيرة في كاس عالم وحصل يعني عند الجيل ده نخد بقى نص الجيل ده تقريبا مش هلع بكاس عالم أشتغل على إيه؟ أشتغل على أنا أغاير جلد أفكر أن أنا أبني منتخب جديد ولا أقول إيه؟ لأ أنا همشي جان بالحيطة وهمشي بالمنتخب ده لغاية لما ثبت رجلي وأوقف وأشوف الدنيا وأبقى صاحب قرار وتبقى النس متطمناني مش واسق أن أنا يوم أخد قرار معين النهاردة ألاقي كله بيدرف فيها بكرة وأبقى أفكر أن أنا تفضل من شوية أنت قلت لي إيه؟ الجمهور هيصبر معنى كلمة أنت تقول الجمهور هيصبر ولكن هناك حد تاني ليس هيصبر تمام؟ نمر واحد أنا جايب يهب جلال جايبه ليه؟ عشان قوم بأفريقيا وعشان كاس عالم يبقى لازم فيه فيه برنامج لأفريقيا ومباريات أفريقيا وبرنامج لكاس العالم أنا لو مسؤول عن اتحاد الكورة حال الفترة دي أنا لازم أقطعك معلش هنا وأنا كاتحاد كورة لما باجي حط هدف الوصول المنتخب لكاس العالم مش أنا كاتحاد كورة عندي خبرة وعندي ناس مستشار فني وعندي مديرين فنيين لأجلس المنتخبات بقعد بقول معهم يا جماعة إيه خطة العمل اللي أنا هاوصل بها كاس العالم ده بصرف النظر عن اسم المدير الفني أنا ممكن نهاردة أهب جلال ممكن بكرة مش عارف مين ممكن بعد ومين ممكن أوصل كاس العالم بمدرب خمس خالص بس خطة العمل والبرنامج أنا كاتحاد اللي حطتها أو المدير الفني لما بيجي يمسك المسئولية يقول لك والله إنتوا عايزين أن يوصل كاس العالم أنا محتاج واحد اتنين تتاتر بحالة جميل جد أحط دي أم خلصش كلامي أحط هنا الخطة بتاعتي البرنامج بتاعش أنا كمدير فني أنا كمدير فني أنا أقول والناس الخبر طب الخبر موجودين يا كابتن أنا ما عرفش بعمل لاحزة واحد عمله إيه لا أعرفش بعمل إيه لو حاجم الآن بتتكلمتها بالزبط والليحة والكصة والموالي تحط برنامج واللي يجي يمشي على البرنامج هلعب كوريا يا كابتن دا بيتكلموا على كوريا الجنوبية قبل ما تشيرهم ماتش ودي الدنيا راحت وجايرة وطلعوا نازلة قبل ما تشير الرسمي بتوها يا كابتن بيتكلموا عليه إحنا عايزين لكوريا كوريا 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 يا جماعة إيه كوريا وأنا لسه عندي ماتشين رسميين بيتكلم فيه يعني أنه سأخذ مختف sho انهما قبل ما توقت بكلمた فرصة ليه هو شخصيا كوريا الأهم يا كابتن ولا ماتشين رسميين انا اقول لك ماتشين الرسمي أنه لا تعمل كرة ماتشين الرسميين طبعا مهمين جد واحد立ت شك بس كوريا ماتشينello ما أرضه يجيش تقيم لي. وانا بكرة الصبح. لو أنا شخصيا نزلت بسكت المنتخب وروحت لعابة غينية وأثيوبيا. مش هكسبهم وعمل شو ولطيفة. نحن مش في فترة من الفترات بعد ستة وثمانية وعشرة. كان معنا ثلاث فرق. لو حد يقدر يجيبني الإعداد يجيبني ثلاث فرق. أيوا فاكر أنا طبعا دي أمسوذة. كميل 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 كميل. كميل 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 كميل. أنت تستبعد يعني يا كابتن الكورة الإفريقية كل يوم في تقدم. أنا أتكلف في حتة ثانية كابتن أحمق أتكلف على سمان. دي كانت ظروف استثنائية الدولة كلها عادت بيها. ما يمكن دلوقتي إحنا بقولك بردو نفس الظروف الاستثنائية. أنت وصيف وصيف بطل القرى بردو. المشكلة يا كابتن. ولا يفرق أنا أنا عايز شكل أداء وعايز نتيجة يا كابتن. المشكلة عندي دلوقتي إن أنا أحط برنامج. الخبرة اللي حاجة بطلو عليهم من الانتحاد الكورة والمديرين الفنيين والمديرين التنفيذي واللي واللي كل الناس الجهبزة اللي موجودة يناك شوف الحتة دي لأ دي لأ دي قادي نحط هنا زود هنا تقلل هنا نعمل هنا والبرنامج ده لازم اللي يجي يا كابتن يكبر إنه يمشي عليه. افرد كابتن هاب جلال ألا أنا مش هكمل خلاص لأي سبب الأسباب اللي يجي يحط برنامج تاني ويبدأ شغل تاني ودي مشكلتنا مع أي حد يا كابتن. انت جبت شماعة كده خلاص دلوقتي بتقول للناس أنا كل واحد جايب بفكره ودماغه لكن في في فكر بيجب بكل الأفكار دي اللي هو فكر منتخب مصر. يجيب حد يا كابتن يجيبه إن شاء الله حتى يحط له برنامج وأي حد ينفزه بشكل محترم وشكل كويس. لكن أنا جيت نهاردة وأخفقت. كابتن هاب جلال مشي. جيت كابتن حسان مشي. جيت كابتن دياء مشي. كابتن احمل مشي. أنا بحط برنامج. وهي بتحط برنامج. ويهاب بيحط برنامج. وسين بيحط برنامج. وصاب بيحط برنامج. ومن خسران. أنت هتلي كده يا كابتن هتلي برنامج يتنفز في مصر مع أي حد هنا في المنتخبات لمدة سنتين أو ثلاثة. هتلي مش هتلاقي. مش هتلاقي ودي المشكلة. أنا عشان أخد شكل يا كابتن وأداء ونتيجة. بص كابتن أنا مطلب حاجة. معلش أصلي جارب طاقة في حياتي. طول ما أنا بشتغل وبحفظ. وبعمل إحلال وتجديد وأخطاء بعالي. أنا عايز أقول لحاجة حاجة بس. مش هتتخلط من المخلط. لا أصلا. اللي حاجة بتقوله ده مرتبط بفكرة اللي بيدير الكورة. اللي بيدير الكورة في مصر. أين كان مسامة. وكله تحت اتحاد الكورة. رئيس اتحاد. أعضاء في المجلس. مستشار فني. يعني. سمعت كده كنت بس مع كلمة في بداية الموسم اللي إحنا يعني في نصه ده. إنه بما إنه في ربط تقندية تولت مسؤولية المسابقة. إنه الاتحاد بقى هيتفرغ للمنتخبات. تمام. قالك خلي الربطة تشيلها من. لا وكالك من الربطة. أنا فرغناكوا للمنتخبات. وصفوهوا إن أنتوا الأندية. جميل جدا. المفروض ده بقى لي تأثير على خصة الاهتمام بالمنتخبات في الأعمار المختلفة. ومنتخب الأول. ما شاء الله بتتكلم بأمانة. أنا أتكلمك بأمانة والله يا العزيزي. أنت بتتكلم صح قوي. وبتتكلم كلام مفيد. وكلام يعني في السوادة. تمام. هات لي حد. ما نقولك عشان كده. التناشر واحد اللي كانوا مسؤلين عن الجواب ما راحش للنادي الأهلي. وقال له أنت. مين المسؤولة كابتن؟ نام 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 خلاص. نفس القصة. هيجي ديق بقولك بفكر. إيهاب جالك يقول ليه؟ لا 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 لا. لو صبحت. حاسبني أنا هل أعمله. لا مش حاسبك اللي بتعمله. ده اللي يمشي. حط برنامج. الطريقة ما ليش دعوة تلعب ب 4-2-1. 4-4-2. 4-3-3. 1-9-8-15-26. أنا ليش دعوة. أنت مستني كمدير فني يعني. برنامج يا كابتن تحط. لا لا سيبك من البعيد ده. سيبك من البعيد ده. مستني على المدى القصير ده. يعني أنت هو عنده ثلاث مطشط في أسبوعين. أنت مستني إيه من إيهاب جلال. تحسه تقول أنه نجح في أنه يعمل في الثلاث مطشط دول. أو في الفترة القصيرة دي. لا فيه شغل عند إيهاب. منتخب مع إيهاب هيبقى مختلف عن المنتخب مع كيروش. مع كوبر. مع غيرهم من الأسماع. هقولك حاجة. نمر واحد. لازم يتكلم مع عيبة كتير. وإيهاب أنا متأكد من الهرف المية. أنه هو من نوعية اللي ممكن يكون اللاعبة تحبه. وممكن كل الناس. يعني اللاعبة اللي موجودة معاه. تتوسن فيه. أنه ممكن يخض الفرصة مع إيهاب. نمر واحد. نمر اثنين. القراط السابتة. نمر الشكل اللي ممكن أبتدي به. الشكل اللي ممكن. اللي هو بقولك. اللي ببدأ من تحت. المجموعة اللي هتبقى موجودة مع إيهاب. أنا أقول لك. ممكن تلاقي ناس تنجعيدة جدا. عن التوقعات مع الناس. بس دي هتنفذ له اللي هو عايزه. اختيار إيهاب من فرقة. غير اختيار إيهاب من 86 ألف فرقة. كل مصر عندك إيهاب. يختار برحتك. عايز دياء جمد محمد. سيد جمد محمود. علاء جمد هشام. أشرف جمد. اختار. بس ينفذ لك اللي أنت عايزه. إيه هو اللي أنت عايزه إيهاب. أنا أبدأ من تحت. أبدأ أشتغل. أبدأ أقرب. أبدأ ما فيش مسافات. بين الخطوط. أبدأ لما كنا هتلمين بي. ده أنا كنت بشوفه. كفرق. منتخب مصر الله أعلم. الاسكواد اللي هتحطه. والمجموعة اللي هتبدأ ترفز. كلام إيهاب. هيبقى ده. ممكن حسبه عليه. ومش. مش. مش حقيمه. عساني. إذن أنت حكب لكابتننا. هو جاي أول أربع تياه. هعمل في أربع تياه لكابتننا. طيب. خليني أتكلم على المدرسة. على الطريقة. الجيل ده. تقريبا مع كل اللي تولى مسؤوليته. كان بلعب بيه. ونجحه في ده. لا حد شقدر ينكر. كرة دفاعية. بحتة. على أعلى مستوى. يعني منتخب منظم دفاعين جدا. نعاني هجوميا. بشكل عنيف جدا. نعاني بفكرة الجماليات الكرة. والاستحواز. والضغط على الخصم. دائماً إحنا اللي في موقف صعب. مهما كان الخصم اللي بيعيبنا على فكرة. فوقت كتيرة جداً. منتخبات أقل مننا. ورغم كده إحنا برضو مصيرين على الطريقة. هل برضو شايف إنه إيهابة هيحافظ على دف اللي جاي. واللي عنده القدرة أن يغيره. بس تسمح لي أقول لجمهورنا. كل اللي بيتابعونا في السادسة. أليو باتجي. اللعب النادي الأهلي. اللي كان معار لنادي إيميان الفرنسي. نادي إيميان أعلن تفعيل بند الشراء. فعقده أو عقد عارضه. كان فيه بند يسمح لنادي إيميان. بتفعيل بند الشراء. وده اللي حصل بالفعل. وكده أليو باتجي بشكل نهاية. أو بصفة نهائية انتقل إلى انتقال نهايي إلى نادي إيميان. ونادي الأهلي طبعاً أوجه له الشكر على الفترة اللي عضاها بألوان النادي. لا أعتقدش أن إيهاب تقييمه من الثلاث ماتشات دول. لكن زي أقول لك هو هيبص لي النتيجة زي هو الكلام اللي قاله. ألا أنا ممكن أتنازع عن طريق الفترة ديت. لكن أي فترة تجمع تانية كبيرة. هيبقى إيهاب هيتحاسب عليها. الشكل أنا أقول لك هي يعني نوعا ما هيحفظ على حياته. إنه هو ما يخسر على الأقل. أنا محتاج إلى تاتا بونت دول في مطش غينيا ومطش أثيوبيا. محتاج هم. وبعد كده أبدأ أفكر أنا أصلح الشكل اللي المفروض هو عايز يبتدي بيه. والكلام ده هو قاله. وأنا بحترمه. قال أنا أحاول الطريقة والشكل بتاعي. يعني مش هقدر. لأن المسافة الزمنية كبيرة. أي. أنت بتحفظ يا كابتن حد يا جملة. ويقعد معك شهرين 13 جملة واحدة. لكن طريقة. لو تتكرك كابتنة. أنا كنت تقول لك. هيبا مختلفة. مش كل من نفس. ما هو بيخط. بص. محمد صلاح ليه طريقة في ليفربول. هو محمد صلاح. لو نتكلم عنه هو محترف. المجموع اللي معاها يا كابتن. هو لازم لازم يعني يسعدوه. ومصطفى محمد محترف. وتريزيجي محترف. وإنني محترف. وعندك تين تاتا يعتبر محترفين. فين؟ الشكل يا كابتن. الطريقة اللي أنا. يتقلي. ما تعديش نص الملعب. إياك تعد نص الملعب. كباية كمسرة. سي. أو كديفيندر يقول لي. لأ. إنت أخرك النبع الكوص دا. إياك. أشوفك هنا. هسحبك. مش على لعبك تاني. هعمل إياك كابتن. هنفذ. في مكان تاني خد راحتك. وحسب طريقة اللعب. وحسب الناس اللي موجودة في الملعب. والطريقة والفرقة اللي قدامك. أنت بتشتغل. أنا بدي لك كابتن. واحد واثنين وثلاثة. لو تفتكر كابتن. احنا جيت. قلت لك. احنا عندنا مشكلة في منتخب مصر. وأرجو تحطها في المقهة. حلات دي. وتفكر فيها كواس أول. عندنا التغطية العكسية يا كابتن. أو الترحيل. صفر. وحط صفر قد كده يا كابتن. السردبكين. صفرين قد كده يا كابتن. مشاكل جمع. بسبب اللي مقولك. السردبكين يا كابتن. في كل أندية مصر. وفتكر الكلمة دي كابتن. السردبكين والترحيل. تقريبا أن المنتهى بخط الظهر الأساسي كله مش موجود. يعني فتوح مش موجود. أكرم اللي كان ثابت يمين ما بقاش موجود. صحيح عمر كمال. بصراحة يعني يكمل وراء أكرم بشكل كويس قوي. حجازي مش موجود. فبالتالي عبد المنعم مش موجود. هقول لك حاجة صغر جدا. أهم مركز في منتخب مصر أو في أي فرقة بتلعب بطلات إفريقية وتلعب تصفيات. حالس المرمو. لا 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 لا. ده نص الفرقة. أهم مركز فعلا لكابتن. فاكر عصام الحضري قدام إيطاليا. أتكلم بلوحده. لا أتكلم بلوحده. أهو متخبنا. طبعا لأنا نحر الراس مرمو كويسين. الحمد لله. أبو جبل بعد أبو شناوي حتى أبو جبل ماشي كويس. يعني هنقول أبو جبل على المنتخب. على المنتخب ماشي كويس. لو تكلمنا على السرد باكاتي كابتن. لازم السرد باكاتي لعب مواد كثيرة. حت التغيير كل شوية. كل شوية تغيير داقم بداو داقم بداو داقم. تجيب واحد ألعب عليهم بقى المش عارف إيه. دا ما بيعملش سباة. فالضع مقبرة عليه. يعني هو مقبرة عليه. هو بمناسبة مين الأنسب بالنسبة لك. يعني مين يلعبها في المنتخب. في المنتخب. أقف ماتش غينية بتاع بكرة دا. هو فتوحة يلعب مكانه كريم حافظ. الوينش. الوينش. نمرة واحد. يعني بصراحة. مين جاب الوينش بقى. دي محتاجة حالة حاليا. يعني دلوقتي هو يقدر يقول عليها. يعني 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 يعني. يعني ممكن علي جبر. ممكن علي جبر. أو أي من أشرف. أنا ممكن واحد من الاثنين. لكن أنا شايف ان الوينش. امرة واحد. هو محمود علاء. لا. مش عارف. محمود علاء. هو كيروش خد محمود علاء السنة. واخر علي جبرو ملعات. ورحبا علي جبرو. لا ده جبني. ده جبني يا كابتن. وقابنا عندنا اسمه رامي. يعني دي قتلت. خلينا نتكلم. أنا كسر دباك. وانت واخدني. معاك هنا وهنا وهنا. وفقايا. وحد تاني. بقى لاش لازم يا كابتن. خلينا نتكلم بوقعي. ودي هدت. هدت علي جبرو. هدت اسمه دوت. محمود علاء. فديت. أنا بقول لك. المركز ده مهم جدا. مهم أكتر من الترفية. وأكتر من الدفندرية. لكن السردباكين دول أساسي يا كابتن. دول دول قلب الفرقة. بقدر الإمكان يبقوا ثلاثة. لكن الاتنين اللي موجودين دول. لازم لازم يلعبوا معه كتير. دول قلب الفرقة كابتن. الاتنين دول. والراجل حرس المرمى. أنا بعتبروا لو ديفندر أساسي تقيل. الفرقة كابتن. منتخب مصر محتاج صانع ألعاب. ومين الثلاثة أسماع. مع إيهاب جلال. مش شرط. فيه فرقة كتير جدا. بتلعب كابتن من غير راس حربة. وبيلعبوا من غير صانع ألعاب. تمام. راس حربة ماشي. عارف لي يا كابتن. ماشي. لو ببدأ من تحت. أنا مش بحقصة ألعاب تحت. لو ببدأ من تحت. ودي تفرق بقى. ما ببدأش من تحت. وبيلعب لونج بس طويل. وعلى السكن دبول. لو ببدأ أتغل على الطرفين. لازم عندي. والبلي ميكر. والبلي ميكر كابتن مفهوم انتهى بتاع زمان. اللي هو يأخذ ويبص ويعمل لك سروي يمين ويسروي شمال. ده انتهى يا كابتن ناحبت خلاص. اللي مدور ده انتهى خلاص. البلي ميكر حاجة نحن يخلص دلوقتي. ده بيرجع ويدافع ويشوت ويسدد ويهاجم. لا المفهوم ده بتاع البلي ميكر حاليا في مصر. مش موجود كتير. اللي أنا بعتبره بلي ميكر وديفيدا كتير جدا. عمر السلية. عمر السلية. بعتبره بلي ميكر وبعتبره ديفيدا كواس أول. لأنه فيه كل المقومات بتاعت الرجل الحديث اللي ممكن. اللي ممكن أي حاج يعتمد عليها. متفائل بإيهاب جلال. وقدوله مساحته وهيشتغل. يقدر يطلع بصمه ويكون بيقدمنا شكل جديد لمنتخب مصر. ده ملخص رأي كابتن دي عبدالصامد. تمام. شرفتنا ونورتنا. وبالتأكيد يبقى أني نقاط تاني يتكلم على أهلي مع عبدالي ترجوعنا طبعا لمنافساتنا. كل التوفيق لرجالتنا بكرا إن شاء الله. تفرح جمهورنا وترجع لنا البسمة على جماهير الكرة المصرية. مرة تانية كل التوفيق كمان لكابتن إيهاب جلال. في أول مشواره مع رسمي طبعا مع منتخب مصر. بشكر حضراتكم. بشكر كابتن دي عبدالصامد طبعا شرفنا من عرضه في السادسة. وبشكركم على المتابعة. وعلى كل خير نتقابل بكرة في السادسة إن شاء الله على شاشة الأهلي. تحياتي لكم.